احيانا بترسل ايميل لأي حد لقيت ان فيه خطأ او شيء فانت عايز تعدله او تحزفه يعني مش عايز الايميل يصل للشخص اللي انت ارسلت ليه بهذا الشكل بعد الارسال وبالتالي بنتكلم في هذا الفيديو عن كيفية تعديل او حسف ايميل بعد ارساله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يروب تكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل المتابعين القناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم واصرار اليوتيوب والربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا احيانا كتير الواحد بيرسل ايميل وبعدين بيلاقي ان فيه خطأ او شيء محتاج ان هو يعدله او ان هو مثلا عايز يرجح في كلامه ويحزفه هنجرب مع بعض دلوقتي من الموبايل ومن الكمبيوت طبعا في الطبيعي المفترض ان انا لما ارسل رسالة وتوصل للشخص المفترض ان انا خلاص مقدرش ان انا اتراجح فيها او ان انا احزفها لانها خلاص خرجت ووصلت للشخص ففي ميزة كويسة موجودة في الجيميل هتخليني ان انا الرسالة اللي انا ارسلها دي اقدر ان انا اتراجح فيها او ان انا احزفها اول خطوة هعملها هو ان انا هفتح الجيميل بتاعي وهازبط فيه بعض الاعدادات علشان اعمل موضوع اللي هو لما ارسل رسالة اقدر ان انا اتراجح فيها او احزفها هفتح الجيميل بهذا الشكل واضغط على الترس اللي هو الاعدادات واضغط على عرض جميع الاعدادات وهاجي هنا كده على تراجع عن الارسال وأخليها كام؟ أخليها تلاتين تلاتين ثانية تمام؟ أخطرها تلاتين وهبدأ أننا ننزل لتحت وأقول له حفظ التغييرات أعمل حفظ وبعد كده أرجع تاني لإيه؟ للرسائل خلاص هبدأ أننا أنشئ الرسالة دلوقتي كأنني هرسل إيميل لحد تمام؟ أعمل إنشاء وأحط هنا العنوان الإيميل اللي أنا هرسل عليه وأحط هنا الموضوع تمام؟ تجربة وهاجي هنا وأكتب أي رسالة كأنني هرسل إيميل لحد عادي خالص وهبدأ أننا أعمل إرفاق ملفات لو أنا عايز إرفاق ملفات صور فيديوهات أي شيء وأرفاق روابط أي حاجة أكتب رسالة أنا عايزها أي رسالة وأضغط على إرسال المفترض لما أضغط على إرسال هتوصل للشخص هو ده الشخص اللي هيجيله الرسالة طيب أنا أضغط على إرسال تمام كده؟ الرسالة مراحتش هناك لسه أنا أجي في بالي أن أنا أعدد رسالة أروح أضغط على تراجع لما أضغط على تراجع وأبدأ أن أنا أتعردل ما فيش أي مشكلة خالص تمام؟ وممكن أن أحذفها كمان لو الرسالة ديت مع أنها خلاص سنت أرسلت لكن أقدر أن أحذفها أضغط هنا على العلامة دي كده اللي هي إلغاء تتحزف معايا ما فيش أي مشكلة أو أن أنا أعدل هنا ما فيش أي مشكلة أو أن أنا أعمل أرفاق ملفات تانية أو أي شيء وأبدأ أن أنا أضغط على إرسال بعد ما أضغط على إرسال لسه ما راحتش برضو هناك تمام؟ لازم يعدي إيه بقى؟ التلاتين ثانية اللي أنا محددتهم فأنت معاك تلاتين ثانية تفكر فيهم هتراجع تاني مش أي مشكلة خالص أهوت طول ما التلاتين ثانية لسه بخلصوش معاك مهلة أن أنت تبدأ أن أنت تعدل براحتك وتحزف الرسالة بمش أي مشكلة أنا أنتظر بقى التلاتين ثانية المفترض الرسالة هتروح للشخص اللي أنا أرسلت عليه لو عدت تلاتين ثانية ما أقدرش أن أنا أعدل الرسالة لأنها خلاص وصلت للشخص الرسالة وصلت علشان أن أعرف أن حد يجي اكتبر لي أن أنا بعت رسالة من شهر ومن شهرين عايزة تتحزف عبدالشخص التاني عايزة أن أن أعدلها ما أتقدرش معاك تلاتين ثانية تعدل أو تلغي فيهم لو انت الغيت ما فيش اي مشكلة خالص بتتلغي من عند الشخص انها اصلا لسه مواصلتش للشخص. انت محدد تلاتين ثانية تفكر فيهم. طيب الخطوات اللي احنا عملناها دي لو انت شغال من اللاب توب او الكميوتر. لو انت شغال من الموبايل وارسلت رسالة وعايز تعمل نفس الخطوات ان انت تتراجع او تحزفها. هنبدأ ان احنا نطبق برضو من الموبايل عشان ناس كتيرا بتستخدم الموبايل. هفتح متصفح جوجل كوروم. واسجل دخول بالاميل بتاع اللي انا برسل منه. واضغط على النقاط اللي فوق ديت. وهعمل ايه? اصدار الموقع الالكتروني او عرض سطح المكتب او الديسك توب سايت. وابدأ ان انا اجي هنا كده في الجنب اهوت. الاقي عندي هنا ايه? اللي هو? جيميل. اضغط على جيميل. يعني افتح الجيميل بتاعي اللي انا هرسل منه الرسالة للشخص. فتح معي الجيميل المفترض ان انا اضغط على في الطبيعي ان انا اضغط على انشاء. وابدأ ان احط ايميل للشخص وارسله زي ما انا وضحت لكم بالضبط من اللاب توب او الكم اقدر ان انا اتراجع عن الرسالة او احزفها. اضغط برضو هنا على الترس. اللي هو الضبط او الاعدادات. وهضغط هنا على عرض جميع الاعدادات. وهاجي هنا نفس الكلام هو اتراجع عن الارسال. واخترها كام? اخليها تلاتين ثانية. ما فيش اقترب من كده الاسف. يعني مش عمل لك شهر ولا شيء. لا هي تلاتين ثانية اقصى حاجة. واجي هنا تحت كده. تمام? خالص? تحت خالص? واضغط على اللي هو حفظ التغييرات. اعمل حفظ. وبالتالي كده انا نزبط الاعداد. لما ا ارسل الرسالة اقدر ان انا اتراجع فيها. يلا ننشئ الرسالة برضو مع بعض. تمام? انشاء. وهبدأ ان انا احدد هنا اي ايميل ارسل عليه. تمام? ادى ايميل مثلا حطيته. واكتب هنا اي رسالة. بهذا الشكل. واكتب هنا اي نص. مثلا. تمام? وهضغط على ارسال. المفترض الرسالة طلعت. او الايميل بتاعي طلع. شوف جهين تحت هوت خالص. هتلاقي ايه? تراجع. اقدر ان انا اتراجع كده. الاقي الرسالة زهرت عندي تحت هيت. اعدل عليها مش اي مشكلة خال تمام? واروح جاي ضغط على ارسال. لما اضغط على ارسال نفس الكلام اهو في عندي برضو تراجع هوت. اضغط عليها تاني لو انا عايز اعدل. مش اي مشكلة خالص. ولا ايه الرسالة زهرت قدامي هيت. تمام? اعدل او ان انا احزف. انا عايز احزف الرسالة مش اي مشكلة. اعمل حزف. كده الرسالة مش هتوصل للشخص اصلا خلاص. يعني الرسالة مش هتروح للشخص لان انا لسه في خلال المدة اللي هي تلاتين ثانية. ميزة كويسة لان احيان الواحد بي يحتاج ان هو يعدل رسالة يعني يغير يحزف. فاعرفوني رأيكم في تعليقات هذا الفيديو عن الميزة اللي هي التراجع او حزف رسالة او ايميل انت ارسلتو الشخص. تحياتي لكم فيديوهات كتيرة موجودة في القناة. وبسيب لك اهم الفيديوهات في وصف الفيديو في التعليق المثبت. في امان الله مع السلام.